بحلقتنا اليوم رح نحكي عن الوزن خسارة الوزن طبعاً أنا اليوم ما رح أعمل دور خسائية تغذية بس رح أقلكن أنه قوة شي الوزن ببلج بالتفكير كيف يعني؟ إذا بتلاحظوا في كتير أوقات في ناس بقولوا ما عم بيقدر يضعف هيدا الزلامة أما هيدا المرة بسيروا بقولوا بركة عنده مشكلة نفسية يعني تتشوفوا أنه بالتفكير الناس دائماً في صلة بين التفكير بين النفس والجسم طبعاً خسارة الوزن من نظهر من فكرة أنه هي قصة إرادة أما مش إرادة بالحلقة اليوم رح جرب قدمة فيي أعطيكم إكزامبلات وكل واحد بسير بيقدر يعرف حاله حسب الإكزامبلة عم بيعطيه بيفهم كيف الراس بفكر لأنه في محل تهيدا الراس تهيدا التفكير معاً بيقبل يخسر الوزن يعني بالنسبة لقاله هيدا شي عم بيفيده هوني بس بدقول فكرة بين هليلين عقصة خسارة الوزن هيدا الكلمة ورح نبقى نحكي فيها بحلقة الهابينس كلمة خسارة الوزن من نجرب نشيلها من الليكسيك طبعنا من الحكي طبعنا لأن احنا وقتا نقول خسارة يعني عم نخسر راسنا ما بيفهم غير كلمة أنه في خسارة سو بخاف سو بنا نبلش نتعود نحكي بطريقة تانية نجرب نقول لحالنا أنا بدي أتخلص من هيدا الوزن يلي مش لقلي يلي مديقني حتى بدي أتخلص من هيدا التفكير من هيدا القلق يلي متقل على جسمي يعني نجرب منخلي تفكيرنا يساعد جسمنا يتفاعل بطريقة حلوة لكتير ناس موضوع الأكل مش بس هو موضوع تغذية أنه منأكل تانية غزة لا هو موضوع أكتر من هيك مثلا تعطيكم إجزامبل ولد صغير تعود من هو وصغير أمه بتعبر له عن الحب طبعه بالطعمي بتعمله طبخة طيبة بتخده بمطاعم يعني عبرت له عن هيدا الحب هي وعم بالطعمي هو وعم بيكبر طبعا صار عنده زيادة بالوزن ما يقدر يتخلص من هيدا الوزن لأنه باللواعي طبعه ممكن يكون يمفكر أنه هيدا الوزن يعني حب أمه يعني إذا أنا شلت هيدا الوزن يعني أنا عم شيل حب أمه تتشوف القصص قداء بتبقى فاتبة بعض مش بس هيك كتير قوات ولاد صغير من العمر مثلا 6 سنين لا 13 سنة 14 سنة بتحسون فجأة بزيد وزنه أوكي طبعا في غير أسباب بس أنا عم بأعطيكم اليوم سبب خاصوا بموضوعنا اليوم في كتير قوات هيدا الولاد بدال attention طبعا أمه بمعنى بتصير الأم راكدة وراء ابنة أما بنتها بدأت يهون يعملوا دايت أما رجيم تخدهم عن ديتاتيسيان بتصير تتفق مع ديتاتيسيان شو لازم التعمل سو بتصير هي عم بتاعت من وقتها ومن طبخة بس تتقدر تركز على ابنة كيف بدأت ضعفه والولاد بينبسط بهذا الأحساس يعني بينبسط أنه أمه بركي كان يتشوي هملته من دون ما تنتبه صار كل طاقة حطته عليه كيف بدأت طعمي بتصير أوقات في نسوين أما أميات بكونوا أنسان بتكون حبلة وبتخسر الجنينة اللي ببطنة أما بتعمل مثلاً أبختمه هي براسة جسمة كله بعده مفكر أنه هيدا الولد بعده موجود وحتى هي بعد بركي كان عندها الرخبة أنه هيدا الولد يضله مش لهيك كتير أوقات بتضله عايش السمطومات طبعلك خصاس وجسمة وبطنة خاصة بضله عم يكبر هون كمان تتشوف أنه هي منع علاقة أكل قدما أنه هي قدي بعدها مأسرة بهذا الحبل مش لهيك كتير أوقات إذا بتلاحظوا بتصير في مواقف حرجة يعني بيكون في ناس بيشوفوا مادام بيقولولا شو أي شهر اسم الله بتكون هي منع حبلة بس عاملة نفخة الحبل يلي هي كانت مبنية عن يا أما رغبة أنه تحبل وما عم تحبل أوكي مش لهيك بركي جسمة بعبر عنه يا أما بتكون خسرانة ولد وكان عابلة أنه يضله هيدا الولد معه في كتير أوقات في بنات أوكي بيكون تصير معهم مثل فيول أما أبيو سكسيال أما تحروا الجنسة تحسوا بعمر معين بصيروا بخبوا جسمهم بخبوا كل شي معقولة يعمل إغراء للتاني شو الوسيلة طبعا بصيروا بينصحوا بخبوا هيدا الجسم بخبوا كل شي بارتي أنتين بسكسيال بخبوها بنصاحة بزيدة أكل لأنه ما بدون بقى يرجع يعيشوا هيدا ترومة فهون الوزن بيجي مثل دفاع عن النفس مثل حماية لقلون سو كتير صعب هالبنت أنا أجأ إلا شي لها الحماية لأنه هالحماية عم بتفيدها لقلها عم بتخلصها من شي هي متضيقة منه أنا عم جارب أعطيكم إجزامبلات قدمة فيي تاكل واحد جارب يفهم قده هيدا الوزن بالتفكير أول شي بالإحساس في عنا مثلا أوقات بيكون والد أما شاب أما رجال أما مرة حالة حدا بيخسر مثلا حدا من أهله وبيكون هو علاقة كتير قريبة منهم غولاشون فيزيونال معهم تحسوا من بعد ما يموت هيدا الشخص أمه أما بيه كأنه بيحمل الوزن طبعهم بيصير هو بجسمهم بينصح كتير يعني كأنه بيصيروا شخصين بقلب هيدا الجسم هون ما تقبل هو الدي ما تقبل الإخسارة سو ترك هيدا الشخص اللي عزيزة عليه تركه معه حطه بجسمه هوني كمان أكيد مش بس يعني بيع الأم ومع البي بيبقى يكون فيه مع الفختنار مع الشريك مع شخص كتير نحنا قريبين عليه دغرة من بعد ما نخسره ما بنتقبل هالإخسارة هلا هو شو بيصيروا يقولوا الناس عادة إنه آيه مدبرس هيك بيصيروا بيسمعوا بيكل كتير لأنزعلين هو بأكتر من هيك هو كمان ما تقبل هالإخسارة سو حتى كلها بجسمه تركه حده تركه حده بقلب جسمه بعرف حدا كمان هيدا إجزامبل حلو بعيني من الأستيو بوهوز أوكي يعني كل ما يوقع بفوت على المستشفى بيتكسر كله سوا سو راسه فكر إنه جسمه بحاجة لزيادة فات لزيادة أكل لزيادة شحم ووزن تيحمي حاله تيحمي هيدا العدم الرئيق سو لا شعوريا أما باللوع طبعه شيف حاله عم ينصح بس تيحمي حاله من ما إنه نجع يتكسر هون تتشوفوا قده بعدنا بهالعلاقة القريبة بين التفكير وبين نحنا شو عم نعيشه يعني ما معقولة نحنا الرأس طبعنا والتفكير طبعنا يشتغل ضدنا مش لايك لازم كل واحد مننا جرب يفكر هو شو خايف يخسر ليه مع باله يشيل هيدا الوزن من شو حمي هيدا الوزن وفي شغلك كمان هون بديفوت بالتفكير الإجابة إذا بتكون خلينا نقول نحنا قررنا عن جرب ننشي الوزن ونحنا تصلحنا مع كل هالأفكار اللي أنا حكيت عنهم هلأ فينا كمان لازم نبلش نعيش الحالة اللي نحنا من نوصلة يعني نقدر نشوف حالنا باللحنا الجسم لعبالنا نكون فيه يعني ما نضلنا تركين التاب الكبار علينا ما نضلنا فاتين بذات الروتين يعني منان ساعة حالنا طبعا أول شي بالتفكير متل ما نحنا اليوم عملنا تاني شي نجرب نغير تيابنا نغير دهراتنا ما يكونوا بس دهرات فيها أكل يعني أنا هون عبجرب أعطيكم تبس صغار طبعا مع كيف نحنا قدرنا نفكر على حالنا ليه نحنا بهيد الموقع آخر فكرة عبالي شوية ضوة عليها إنه الأكل نحنا متل ما كنا حكيين بالحلقات اللي قبل عن البوليمي والأنوهكسي هي علاقة كونترول سيطرة وباخدوا كونترول اليوم بدي أقلكم شي بالعالم بالنهارات اللي عم كون عايشينهم كتير أوقات من كون عم نعمل كونترول لكتير أسس لا الولاد لا الشغل لا المصروف لا الحكيم يعني من ضلنا كأنهم سيطرين عكل شي لدرجة إنه المحل الوحيد اللي بنعمل باخدوا كونترول فيه بكون هالأوقات اللي نحنا قاعدين فيهن عم ناكل عم نغنش حالنا متل ما منقول سو نحنا بنجرب نلاقي شوية بالانس يعني ما كتير نزيدها على حالنا تقل لأنو جسمنا عم بيطعب سو عم بعبرنا محلات إنه هوني معلي رايحينا شوية هوني سو بنصير مناكل بس تنريح حالنا ترجمة نانسي قنقر بحلقتنا اليوم راح نحكي عن التنمر أما البوليينج عند المراهكين إذا بتسمحولي خلال هالحلقة راح سميه أنا بوليينج أوكي سو لا أنا حتميت بهذا الموضوع لأنه هو مثل الكانسير منفكر إنه ما بيسير غير للآخرين بس من وقت ما صار عندي ولاد بالمدرسة لحظت إنه فيه يكون خصه بكل شخص منه شو هو التنمر؟ هو عنف مستمر لازم دلنا نحطين براسنا إنه بيكون مستمر بيصير بين البوليور أوكي والفيكتيم سو عنا حدا قوي وحدا بالشكل ضعيف فيه يبلش من نحن وصغار وبيصير بزيد مع العمر خاصة بعمر المراهة كما نشوفه بالمدرس هلا هون فينا لازم نفرق بين الكونفلي بين المشكل يلي بيكون هو طبيعي عند الولاد وهو حتى صحة للولاد لأنه بعلمهم كيف يناقشوا كيف يلاقوا حلول لوحدهم وبين التنمر يلي هو طريقة عن عنيفة أكتر من هيك لأنه بتكون متكررة لدرجة أنه الفيكتيم يلي عم نتنمر عليه بيكون هو حدا كتير تعبين وكتير زعلين لدرجة أنه بيضله براسه وهذا الشخص هلأ التنمر فيكون جسدي مثلا بيجي ولد بيدرو بتاني على راسه بيلبطه بأجره أما فيكون بالأغراض مثلا بيكسر له عباناته بيخزق له تيابه بيكبل له الشنطة تبعه وخاصة فيكون نفسين بسيكولوجيك يعني بيقل له مثبت بيهمونه خاصة هون بتلقون عند البنات المراهكين بيكبه بيكبه إشاعات عن التانية أنه أنت مغرومة بهيدا بتشفون هولي خاصة على السوشال ميديا هيدا الشي من ساميه سيبها أخسل مو بيصيروا بيبعثوا صور بيتضحكوا عليها بيصوروا بمواقف حرجة بس أنا حبيت بسألكون أنه التنمر يلي بيصير على الإنترنت هو بس سويت يعني تكملة لشي دجا موجود بالمدرسة هلا السؤال يلي دايما بسمعه أنه كيف واحد بيصير كيف واحد بيكبر تايصير هو اللي عم بيعمل التنمر كيف بيصير هو البولير نحنا بعلم النفس منفضل ما نحط تيترات أوكي بالآخر ما في بروتوتيب ما نحنا دي غوبو أنه مثلا هيك باي وهيك أم بيعتوا هيك ولد أوكي هي القصة أكتر كمبليكس من هيك بس في نقط متشابها من لقيها عند الستركتور تبع الأخصول يعني هو البولير أوكي بيكون عنده هو استعداد أنه يصير بولير أنا في شي عبري دوي عليه أنه بيبقى فيه مراحل بحياة هيدا الولد مثلا طلاء معين أما أمه حبلة أما في حرب أما في طرف في كورونا بتساعد أنه هو يطلع هيدا الأغرسيفيت يا لجواته بأول حلقة اليوم رح نحكي عن الأخصول عن البولير وبالحلقة الي بعدها رح نحكي عن هالفكتيم ورح نجرب نعطي حلول للمدارس وللأهل أول شي من هو هيدا الأخصولغ من هيدا المشانلو هيدا الشاب السئيل يلي هو رغم كل شي كان بابا صغير إنوسان بعد بها البخصو مثل كل هيدا الولاد كيف كبر كيف كبر على غيره بالرولاسيون هون يصيروا يعملوا أولاد وولادهم بيكونوا بيعرفوا يعملوا منيبولاسيون أكترية الأخصولغ أما البولير بحسوا حالون كتير واحدين بالبيت منن مسموعين حتى لو الأهل موجودين بس ما بيسمعون ما بيعطون دور يحكوا أما بيتسمعوا من قلبن لقلبن في كتير أهل بيعبروا عن حبن للولاد بطريقة حب ابتزاز يعني أموخ شانتاج يعني بحبك إذا بتكون شاطر بالمدرسة خلص صحنك أما بزعل منك خلص التاب دو ملتسيبليكاسيون أما ما في ظهر يعني دايما فيه هالعلاقة بين الحب وبين الشغلة اللي يزم يعملها الولاد أوكي خاصة من حشوفها فيه تقل معين من عيشة برسيون بعيشة هيدا الولاد على الاتيكات يعني ما تهز كتير إذا ظهرنا بمحال عادة منيح ما تحكي كتير ما تاكل هيك قدام الناس يعني فيه كتير قوينين فيه كتير لواء فيه كتير برسيون وهيدا الولاد بروح على المدرسة قد ما حامل هيدا الوقت ما حامل هيدا التقل مش قادر يعبره غير بهالطريقة غير بهالأكريسيفيتي وأكتر من هيك فيه كتير أهل من دون ما ينتبهوا بارك لأنه أهلهم هيك تصرفوا معهم بينتقدوا كتير أولادهم أنت سائل ما قالك عازي أنت فاشل علامتك فاشلين وكي سو هيدا الولاد تكسر شوي زعلين سو مش الهيك بحس حاله متضايق وهيدا وقتا بيكون متضايق كتير معقولة وقتا يروحوا على هالمدرسة كيف بده يعبر؟ بده يلاقي حدا أضعف منه هو يعيد يلي أهله عملوه معه بالبيت بيصير هو كمان يتساءل على الولاد هون إذا ملاحظ هولي الولاد عنده ناقص بالأمباتية بالإحساس بالتاني شو يعني واحد يكون عنده أمباتية؟ يعني إذا التاني زعلين يحس معه مش لك إذا هيدا الولاد يلي عم بتتنمر لتسايد ديقه ما رح يحس إنه هيدا التاني مددية وهيدا الشي سهله السوشال ميديا لأنه ورا الإكران طبعه ولا اللابتوب ما بيقدر يشوف الرياكسيون طبع التاني يعني لهالدرجة بيقدر حتى يقوى الدور هلا شو يعني واحد يلماك دون باتية؟ رح عطي هون إجزامب شوي دائما بيحكي عنه إذا واحد قص أصبعه أو كيكن بالمطبخ وقص أصبعه رح ينزل دائما رح يكون كتير موجوع إذا سيقب أخته أما خيه إجي قال له بليز عطيني البلاستر أنا موجوع ما رح يقشق خيه ولا أخته ما رح يحس فيه لأنه هو كتير موجوع لدرجة أنه باله بحاله وهيدا هي الأمباتية اللي ما بتكون موجودة عند البوليور أما بتكون موجودة بطريقة خفيفة لأنه هو حدا كتير موجوع وهوني أنا بدي أعزمكم تفكروا معي أنه هيدا البوليور نحنا منشوفه هو دائما مشه بس هو فيكتين من حاله هو ضحية أفكاره ضحية وضعه معين لأن بالآخر بعده ولد وهوني بدي شدد على الفكرة أنه أنا الموضوع اللي عم بيحكي اليوم خصه بس من الولاد يلي تحت 18 سنة مع عم بيحكي عن الأدول وكي ليه عم بيحكي عنه لأنه هو اللي بعد فيه شانس نقدر نساعدهم نقدر نغيرهم كيف فينا نساعدهم؟ طبعاً وقتاً نبلش نعلمهم نجرع يحسوا وهون المدرسة عندها دور مهم تعملهم مثل جودغول تغبيب أغلق طبعاً نحنا حكينا بالحلقة مع غنوة حكينا قدام هم التياطر لأن بخليه هو ياخد دور حدا يمثل دور حدا سو بيقدر يحس معه يحس محل هيدا الدور وهوني كمان بدي أحكي شي نحنا كأهل معاودين نعمله بارك كمان لأنه أهل لكنه يعملوا معنا ليه هنا عم بيحكي الموضوع ليه عم بيحكي عن الحاسيس عن الإيموسيون عادة نوقت الولد يرجع من المدرسة تشيري الأم تقل له دايماً سؤالات مثلاً شو عملت اليوم؟ شو أكلت؟ مع مين حكيت؟ شو درسته؟ دايماً بدلة تسأله سؤالات خاصة بالفعل بالتدو قليلتا تسأله شو حسات كيف كان نهارك انت شو حسات انت اشتقتلك؟ يعني ما منعود هالولد من هو وصغير to share the feeling نشارك الأحاسيس تبعنا بارك في اللي خفت حسات حالة لوحدة تعبت بالمدرسة يعني نحنا كتير من صلت الضو على أنه انت شو عملت؟ وهيدي نحنا كأهل اليوم أنا بدي دوي عليها تننتبه له تننتبه من ضلنا نعيده مع ولادنا هيا أول خطوة تاني خطوة كتير قوات فينا نطلب من ولادنا يكونوا يعني أنا ليه عبخبركم هيك تقلكن قد فينا نحمل تقل لهالولاد وهذا التقل عم بيخدوه معهنا على المدرسة عم بيكبوه بهالطريقة يعني بتشوفوا الولاد بيرجعوا كمان من المدرسة أنا هون عبعتي إجزامبل المدرسة لأنه عم نحكي عن التنمر بالمدرسة كل نهار قاعد هيدا الولاد عهل كرسي عم بيدرس درس 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 أوكي وقوانين بيرجعوا عالبيت بدوا يأكل بسرعة بدوا يخلص درسه بسرعة بدوا يرجعوا يروحوا يعمل أكتيفيتة بتكونوا الأم عملت له اثنان ثلاثة أكتيفيتة بدوا ينام بكير يتعشى بكير لانتنا نهار عنده مدرسة يعني يشوفوا قده بيكون بس ماشي بلتودو ركد ركد يعني كله بالفعل مننسى قوة ناخد بوز معن ونحكي feeling نعبر عن feeling نتضحك معن نتسلم معن أنا عم جارب أعطي أفكار شوية هيك هينة بس طبعا إذا شوية شوية كل يوم عملناه هون فينا نساعد هيدا الولد يشيل تقل تقل محملينه يا متل ما قلنا فإذا الأخسلاء هو رح يعنف معقولة ولاده وولده رح يكونوا ياهن متل أهلهم يعملوا رح يجع عيدوا ذات الشماء هوني نحنا حكينا عنهم اللي أخسل هي أخسلاء يلي هني عم بعيدوا هالتروماتيز من دون ما يفهموا لي ليه هني ما عندون موتيفاسيون واضحة ليه عم بيعملوا هيك شي هنة بس عم بعيدوا سشي موجود عندون يه بالبيت هيدا من ساميها بالفسيكولوجي إيدانتيفكاسيون على غرسور يعني هو بيعمل متل الأخسلاء طبعا بيقلده ليه بيقلده ما بيعرف بيعمل هيت لأنه هيك نعمل معه كتير معقولة ولاد تيبرروا أهلهم معقولة يكونوا هنة بدور ضحية بصيروا بنقوا أصحاب بعنفوهن أما عن كبر بفوتوا بعلاقات الشخص الثاني الشريك طبعا بيعنفوهن ليه مش لأنه هنة بس معاودين على هالموديل بس باللوعي طبعا عم بيبرروا أهلهم أنه أنا ما معقولة أهلي يلي خلفوني هن الوحيدين اللي هيك مش اللي بيبررونهم بيقول لها حالو كل الناس هيك مش بس أهلي هون طبعا أنا هون عم بحكي عن الضحية وهذا الشي رح نرجع نشوفه بالحلقة الثانية فإذا مثل ما شفنا بحلقتنا اليوم اكتشفنا أنه كتير أوقات الأخس المو البولينج بيبلش بالبيت بس كمان مش بس بين الأهل يعني الولاد مع أهلهم فيها تكون بين الأخوة كمان كتير معقول الخيل كبير يتساقر على أخته الصغيرة أما خيله الصغيرة والحق الصحيح وهون دور الأهل يحطوا لميت يعرفوا يحضنوا أولادهم يساعدون يعبروا عن الغيرة بغير طريقة من ما تكون طريقة تعنف فشو بيصير هيدا الولاد؟ بيصير بعبر أوكي بعبر عن إحساسه هو وعن بيضرب التاني لأنه هو بيكون مدايق غيران حاسس بإحساس منه حلو وما تعلم يعبره بالحكة قدام أهله إنه هو برك يكون غيران من خيه أمام من أخته سو كبر على هيدا الموديل كبر إنه هو بعبر بالضرب سو بعيد زيت الموديل بالمدرسة كمان بعنف أصحابه بس أنا قبل ما نخلص حلقتنا أول جزء لليوم أنا بس حبيت دول اليوم على فكرة إنه الأخسلاء والأبيزاء والفيكتيم طبعه يعني البوليور مع الضحية طبعه هي منا علاقة بيكون الأبيزاء فوق والفيكتيم تحت لا هي أكتر من هيك هي على ذات المستوى تنيناتهم موجوعين يعني الأخسلاء هو كمان فيكتيم من يلي عم بعيشه هو نتيجة وضعه معين ونحنا فينا نساعده بحلقتنا اليوم رح نحكي عن الضحية من بعد ما كنا حكينا بالحلقة الماضية عن التنمر بالمدرسة عن البوليور عن الأخسلاء اليوم رح نحكي عن الضحية هلأ كلنا منفكر إنه الضحية بيبقى عندها بروفيلة معين إنه هي ضعيفة وفينيرابل حساسة أكتر من الزوم بس رح تنصدم إنه أوقات لا هاد الضحية فيها تكون كتير حلوة وكتير ذاكية وكتير شاطرة بالمدرسة بس هي عندها شيء الأخسلاء ما عنده يا يعني بيكون في حاسس إنه هو عنده هالنقص بشوف هيدا الشخص التاني عنده كل شيء سو بيقرر يهدو يحطمو يعملو تنمر في كتير أصلا روشارشات بيانت إنه كتير أوقات لولاد يلي بيكون عندهم أهل من سميهم نحنا أهل أليكوبتر يعني هالأهل بيعملوا كل شيء لولادهم لدرج إنه هالأولاد ما بيعرفوا يلاقوا حلول لوحدهم سو هالأولاد بيتعودوا إنه دائما أهلهم تلاقينهم الحل بيطلوا يعرفوا يتجاوبوا أما بيطلوا يعرفوا يتعاملوا قدامك وقت يكون في مشكل كتير معقول يكون عندهم شانس إنه يعيشوا تنمر إلا ما بيعرفوا يدفعوا عن حالهم الضحية كمان فيها مثل ما قلنا قبل فيها تكون عايشة حالة بالبيت هي بتكون الضحية بوضع معين يا أهلها بعنفوها يا أخواتها بدفشوا فيها وعندهم عنف معها سو هي كبرت على هذا الموديل تلك إياً بالمدرسة رح ترجع تعيده فإذاً هيدا الولاد عم بعيش ما عم بعيده دجا عيشه بالبيت هلأ في كتير منهم بيسألوني طب شو الحل كيف فينا نساعد نحنا ولادنا ما يكونوا الضحية في حلول إذا بدكن إجزارسيسات فينا نساعدهم فيها أول شيء مثل ما حكينا كمان بحالة غنوال جو دي هول تياطر يقف هيدا الولاد الدم المراية ياخد بوستور ثقة يجلس مثل العبان كارتات السوبر هيرو مثل سوبرمان وباتمن بيشوفوهم ديما مجلسين ظهرون أوكي راسهم عالي صوتهم منبلش نعلمهم كيف يدفع عن حالهم يعيدوا جملا وأنا ما بسمح لك تقرب علي هنا أكيد شوية إجزارسيسات فينا نساعد ابنا أما بنتنا يحطوا أول الليميت يلي هي بتكون جسدية تيجاه الأخصولاغ طبعهم أوكي في كتير أميات بيقولولي أنا إذا ابني بيقلوا بيقلوا أنه في شاب ضربني بالمدرسة بيقلوا إيه روح ضربه أوكي هيدا شي بنسمعه دايما بس فيه إجزارسيس أحلى من هيك كمان فيه أوقات مثلا بيجي ولد بيقول لها الثاني ييه أنت شو حمار شو بيقلوا الولد الثاني لأنه دربوه بالجودغول طبعه إيه بس أنت حسن أنت أسد تلك أيها هو ظهر من الفيكتيم ظهر من هيدا الرول يعني هو الضحية طبعا هو الإجزارسيسات بسيطة هي العلاقة بتكون أكتر كومبلاكس بس نحنا خلينا نبلش سوا بالي اللي منقدر نعمله كمرحلة أولى هوني لازم أقول للأهل كلمة ابنكن أما ابنكن بيجي على البيت وبخبركن خبرية خاصة بالمدرسة إذا حدا ضربني حدا دفشني حدا تسأل علي نحنا ضغر نقول له مارسي ماما عم بتخبرنا قول له فليسيت يعني نشكره أنه هو عم بيشاركنا هالإخبار لأنه أول حل للولد يظهر من هالرول الضحية أنه يقدر يعبر لأهله أما للناظرة طبعه يعبر لن الحالي اللي هو موجود فيها لأنه ثلاثة ربع الضحيات عادة بيسكتو بيقولوا إذا بدي خبر أهله بدي زعل لن أما إذا بدي خبر الناظر أما السورفيان بركه يخبروا للأخصول وهذا الأخصول سيري يعنفوا أكتر سو بفضله يضلون سكتين طبعا في دل واكي بخوتاج يعني فيه وينين فيه بنيسيون معينين موجودة بالمدرسة موجودة بالدولة تمنع وبتقاصص أنه يعني عم بيتنمر يرجع يعيد التنمر على الفيكتيم يعني بتقاصصه بسايدة ما أنه الحل الأول هذا آخر حل منيح أنه هو موجود بس أنا اليوم بدي أعزبكم نفكره بغير طريقة مثل ما فكرنا مثل ما شفنا نحنا سوا أنه الأخصول نحنا فينا نساعده لازم نبلش من البيت كل واحد مننا أهل أما كل واحد بيعرف أهل عنده ولاد شايف وهو شوية أخص له يبلشوا يفكروا شو عم بعيشوا هالولاد بالبيت هل فيه تنمر عندهم بالبيت فيه جو فيه صراع فيه عنف هل الولد طبعنا خايف بحملين له أكتر من ما بيقدر عملي له حطين له كتير رسب مصابلته فيه كتير قوانين عليه دروس شتغل يعني مننا نبلش من البيت طبعنا أوكي لأنه كل ما نبلش نحنا بالسرك لصغير طبعنا كل ما رح نساعد بالنقمبتنا هيدا أول شي التاني الشي كمان مثل ما حكينا الأهل يلي كتير بيعملوا كل شي عن ولادهم كمان بدون يبلشوا يحملوهم مسؤولية طيب يبلشوا هني يعرفوا يدافع عن حالهم يقووا سقطهم بحالهم الكلمات لمنعو اللي منقولها نحنا لولادنا يلي من دون ما نعرف منحطم فيهم لأنه هيك أهلنا قلولنا أنت حمار ما بتدرس أما أنت فاشل هؤلاء الكلمات ننتبه لهم لأنه بكسروا من الولد دايما نفسد الحب عن شو بيعملوا الولد أنا ما حبيت يلي أنت تصرفته بس أنا بحبك لإلك ننتبه دايما ننسرقهم عن بعض وهوني كمان بدأت توجه للمدرسة لأنه هي اسمها أخس المون سكولاخ تنمر بالمدرسة وأنا بسمها عم نحكي كلمة مدرسة هون سكولاخ يعني المدرسة عندها دور كتير مهم تلعبه معه للولاد بالآخر هن عم بقضوا تلتة ربع وقتهم بالمدرسة وهالمدرسة فيها هي تصلح مدال معين موجود بالبيت كيف فيها تعمل هادي المدرسة؟ أنا بعضهم المدرسة يزيدوا أكتر كرات تياتر الولاد يعبروا عن أحاسيسهم يلعبوا دور يتسلوا يعني يطلعوا هالطاقة غير أنه بالركرة يضربوا يطلعوا هالطاقة غير محل يطلعوها بسبليماسون يطلعوها بالتياطر لأنه هن وقتا يلعبوا دور حدا تاني بيصيروا نوتر تجاه حالهم بيقدروا بكل سهولة يعبروا عن أحاسيسهم اللي بيكونوا مش معاوضين يعبروا وآخر شي بالنسبة للمدرسة كمان إذا بتلاحظوا دايما بالمدرس في البروفيزور يعني هو مثل يعني بحط الواء القنون بس القنون هو مش بس كرميل تايقاصس القنون هو كمان تايحمي ستونلوا كي بخوتاج اكي بوني فأنا بعضهم البروفيزور بعضهم المسؤولي اللي هو عنده حتى فيها تكون مسؤولي بس مهم يكون عندها دور سيمبوليك من السلطة من البوفوار تعمل اجتماعات أكتر مع التلميذ طبعا بحسسهم أنه هنه يد واحدة أنه هنه كوميونيتي واحدة أنه هنه صورة المجتمع عن كبر يعني يجربوا يكونوا أكيب يشتغلوا كأكيب ما يكون فيه أنه عندنا السلطة والتلميذ والأصاص لأنه هون دجا هو ظاهر من بيت كله قوينين وأصاص وهال مدرسة الزادة عن هيك عم بتأصصه إذا حاس أنه هاد المدرسة هي عائلة لقلو أنه هو أكيب بقلبه أكيد معقولة يخف هالأكريسيفيتي ومعقولة يصير عنده ثقة أكتر للفيكتيمة يخبر البابايا اللي هو رح يسمعه فإذا مثل ما شفنا البوليينج هو مش بس خصه بس بالولد مش يعني إذا نحن أصصنا دلنا نلاقي حل فيه شغل لازم تعملوا المدرسة طبعا وكمان لازم الأهل كل الأهل يجربوا يساعدوا ولادهم أما يرجعوا يفكروا منيح بكيف هن عم بيتصرفوا مع ولادهم ليه هن وصلوا عم حل ولادهم يكونوا أخطلوا أما فيكتيم طبعا أنا ما عم بحمل زن بالأهل بس عم بدعيون اليوم يفكروا أكتر يسألوا ع حالهم ترمتر عن كيستيون لأنه أتواحد بيوعع على الشغلة بيقدر يخففه شمارة سمعتوا عن اللوقف اتراكشن أنون الجاذبية هو أنون بسيط وبيمشي مثل السحر بيعتبر هالأنون إذا بدك شي معين بحياتك بتجذبه مثل المغناطيس حلو ما هيك؟ يعني كل شي بتطلبه من قلبك وبعواطفك وبأحاسيسك كل شي بدك كيبه قوة بترغبه من قلبك فيك تحصل عليه أفكارنا هن بينعكسوا على الواقع طبعا What do we think we become أنون حلو وسهل وأنا اليوم رح ساعدكم تطبقوه بس أول شي بديكم تركزوا معي وترجعوا تسمعوا هالحلقة عدة مرات تتطيروا تطبقوه بطريقة أحسن لأنه هالأنون كتير بده تركيز والتركيز بده رواء مشان هيك أول مرحلة بدنا نروأ حالنا جرب نقعد بمحال هاد ما في شي يلهيكم ولا تليفون ولا ضج نعزلوا من العالم يلي حواليكم حتى نعزلوا عن أفكاركم أسا نشوفوا قده في ضجة بالتفكيركم قده أفكاركم فيت ببعض نفسوا منيح من قلبكم جربوا بطء التنفس طبعكم وركزوا على أفكاركم لاعب عيد كتير كلمة أفكار لأنه أهم الشبه الأنون هو أفكاركم نحن ما بنعرف نسيطر عليهم هن مسيطرين علينا ما في حيرس لأفكارنا كل شي من فكره من صدقه فكرة فيها تزعلنا وفكرة فيها تبسطنا لدرجة أوقات إذا بتوعوا من النوم حلمين حلم بشا فيكم تحسوا حالكم متضيقين رغم أنه هو حلم يعني فكرة منا بالواقع هون بس تتشوفوا قده في سلة بين أفكارنا أحاسيسنا والواقع طبعنا فإذا أساس هالقنون هو أفكاركم هو سلاحكم تتجربوا لقلكن يلي بتكون يا تنبلش سوا بديكن تكتبوا عورقة الهدف يلي بتكون يا شو بتتمنوا طلب واحد شو عابلكم تحققوا هدف بحياتكم الشي بتكون يا من قلبكم رجعوا اكتبوا بوضوح أمتا بدكن تحصلوا عليه التاريخ شو لازم بتعتوا من نفسكن ووقتكن وطاقتكن تتوصلوا عاها الهدف طلبكن بدو يكون واضح كل ما تحطوا ديتاي تفاصيل فيه كل ما أحسن يعني جاربوا ما تقولوا أنا بدي سير غني لأ قولوا أنا بدي سير معي مبلغ معين بفترة معيني وبيدي حط طاقتة وتركيزة مثلا بالشغل بمعارفة أو بالجامعة هون كل واحد بحط هو شو بدو بس انتبهوا منيح ما فينا نقول أنا ما بدي دلني فقير أنا ما بدي دلني ناصح ما بدي دلني أعزب لأ بتكون تقولوا شو بدكن مش شو ما بدكن ما فيكن تبعطوا ميكس تيجنل لراسكن لأن راسكن ما بيفام ما بيفرق بديع قولوا له منيح شو بدكن كمان تعطيكم اكزامبل إذا قلتوا أنا بدي أخسر وزن بدي أضعف راسكن سمعي خسارة ضعف وراسكن ما بحب يخسر ولا يضعف لأ بتكون تقولوا أنا بدي أتخلص من هالوزن يلي مش لقلي بدي أتحرر من هيدا الشحم يعني بديكن تفوكس عن what you want شو دي مو تنقيت الكلمات كتير مهمة بها القنون لأنه راسكن بيسمع الكلمة متل ما هي تعطيكم اكزامبل بعطيه دايما هو اكزامبل السنج السعدين إذا أنا هلأ بقلكون ما تفكروا بالسعدين راسكن بس عم بفكر بالسعدين مش لك عم بقلكون ما فينا نقول أنا ما بدي بدي أقول أنا شو بدي يعني اتخيل الصورة يلي أنا بدي أوصل لهم وأكتر من هيك فيكن تستعملوا كلمات بتقوة بتحمس مثلا أنا بدي أصير نشيط powerful fit full of energy فهمتوا الفريق كل ما كلماتكم بتقوة فيها اندفاع ونشاط كل ما واضحة كل ما أحسن كل ما هدفكم صرتوا ترغبوا وتوصلوا له الحلو بهالقنون إنه مدرورة تحطوا بلان مدرورة تحطوا إتابات معيني دا توصلوا على هدفكم لأنه بتكون تقتنعوا إنه الكون كله رح يزبط لكم البلان والأوبرتونيتة المطلوبة تتحقق حلمكم أنتو بس عليكن تطلبوا بوضوح هالطلب يلي كتبتوا بوضوح بديكن تعذوه ع صوت عالي كل يوم الصبح بس طوعوا وكل يوم عشية قبل ما تناموا بتكون تعطوا من وقتكن فيكن كمان هالجملة تلزقوها ع تبلوء قدامكن بمحل تشوفوك اليوم يعني نظركن يشوفوك اليوم وتزيدوا عليه صور بتحمس أو جمل بتحمس هيك نظركن بتكون تدربوه كمان يتعود ع هدفكن رح أقلكم شي بعد هدفكن تايصير أقوى أحسن تصلوا بهدف إله قيم إله معنى وجدان مش بس هدف ملموس ما تغيال مثلا طالما كنا عم نحكي عن الجسم الحلو إذا واحد بده يوصل على جسم أحلامه فيقول كمان أنا بدي سير بدي سير واحد لكل حدا ما عم يعرف يوصل لهدفه شوفو هون قده حلمه صار قوي فيه أنا يقول أنا بدي برهن للناس اللي حوالي إنو أنا عندي الإدراق أو إذا حدا طلب بيسير معه مبلغ معين من المصاري فيه زيد كمان أنا بدي أربح مثلا X amount مصاري لأنه أنا بدي يكون inspiration بدي سير مودال نجاح لكل شركة أو مؤسسة يسيروا هالشركات ياخدوا مني الوحي يسألوني كيف أنا وصلت عن نجاح سجربوا ربطوا هدفكن بهدف إلو قيمة معنوية كمان قولوا إنو أنتو بتكن تعملوا منيح لغيركن كمان هل قد هدفكن منيح لقلكن وللغير بتكن بلشوا من اليوم بتقاملوا بالpower of your mind بقوة تفكيركن بتكن بلشوا تتزاكوا ع راسكن تعسسوه وتقنعوه إنو هدفكن صار حقيقة كيف يعني؟ بتكون تحسوا الإيموشن يلي رح تعشوه بس توصل على هدفكن قبل ما هالهدف يشير بالواقع you have to trick your mind يعني تتزاكوا على راسكن لدرجة حتى تغيروا الواقع طبعكن يعني يلي بدو يتير وزنه 60 كيلو هو هلأ 90 كيلو ما في يترك التيابو يلي هلأ عم بيلبسه ويقول إنو أنا بس أوصر على وزنه ببقى بشرى التياب صغار لا بدو يبلش من هلأ يشير التياب أصغر كمان رح ععطي إجزامبل تاني يلي عم بتجرب تحبل وما عم تقدر تحبل إذا هي ببيتها مانا مجهزة أوضة للبيبي مثلا أوضة البيبي هلأ عملتها أوضة سبار وبتقول أنا بس أحبل ببجهز الأوضة بجيب البرسو بغيرها بجهزها هوني لأ بدي إلا إنو بديك من هلأ بتشيلك كل هالإخراج للجيم ما هي دالعافش لحاتتي وبتجهزها الأوضة كأنو البيبي صار بالواقع كأنو صار حقيقة يعني بتكون تايلو الشغل عحالكن فإذا نجهزنا الإسباس تبعنا وكمان بديكن تروا ع تركزوا ع خيالكن ع الإماجيناسيون تبعكن تتصوروا حالكن كيف صرتو وقت هدفكن صار واقع يعني تقشعوا حالكن كيف رح تكونوا بس توصلوا ع اللي بدكني الخيال بيرتكز ع نظرنا كيف نحنا منشوف حالنا بس نوصل ع هدفنا بس كمان بيرتكز ع حاسيسنا يعني بديكن تشوفوا وتعيشوا حالكن بهالمرحلة يلي انتو بتكنيها وحالكن كل يوم انو انتو صرتو هونيك شو اللي بتين مع مين عم تحكو شو عم تعملو كيف نهاركن عم بكون كل ما انا حس حالي بها اللحظة انو صار معي اللي بدية كل ما احساسي رح يبعد طاقة وانرجية حلوة وجزة بلا الكون كل ما هالانرجية رح ترجع لي هون بدي زيد نقطة مهمة تتجزبوا هدفكن بتاريقة اهيان تيري مهم طلبكن تكونوا عن جد بتكونيه تيري مهم تكونوا فهمنين نفسكن شغلين على اللواعي تبعكن بس تطلبوا الطلب يعني اذا في خوف او اذا في احساس بالزنب اما اذا في اكسبرجيونس قديمة مخوفتنا نرجع نوصل على هدفنا شعبه انا بالاساس كون عن جد بدي هيدا الطلب يعني بديقول انا عن جد بديه اما خايف من شي مثلا انا خايف اشتغل كتير واعمل وصار كتير لانو خايف بطل شوف عائلتي وولادتي يعني هون احساس الزنب بدنا نشيله مش لهيك بديكن تفكروا منيح بالطلب اللي بتكون ياه وبالقصص يلي عم بتوقفكن توصلوا على هيدا الطلب هون بيفهم نفسك حكينا عن اللواعي مثلا البنت يلي بدأت تجوز وما عم بتلاقي عريس لانو باللواعي طبعا خايف تترك امه امه عايشة لوحدة اما مثلا المرة يلي بدأت تحبل وما عم تحبل لانو امه وقتها حبلت فيها جوزة تركها سوهي خايفة تعيد تاريخ جوزة طبعا هيدا الحكي حكينا عنه باللواعي كل ما نحنا تصلحنا مع اللواعي طبعنا كل ما طلبنا بصير اقوى طلب محرر من كل الماضي من كل الخوف من كل الاحساس بالزنب هون من بعد ما نتصلح مع اللواعي طبعنا بنا نقول انو نحنا صرنا شخص جديد انو انا جديد انا قوي انا ما فيش رح يوقفنا لازم كل يوم نعيد لحالنا انو نحنا منستاهل هيدا الطلب وهون تتشوفه قدال اوتو سيجستيون انو واحد يعيد لحالو كل يوم طلبه وكل يوم انو هو بيستاهل وانو هو كل يوم احسى من اليوم يلي قبله يعطي لحالو كلمات منيحة يسمعن كل يوم يعيدن لحالو كتير اساسية تا يقدر يدعم حالو يقامن بحالو اغر شي بس اهم شي لازم نكون نكون ممتنين نقول مرسي من قلبنا لكل شي عنا ايه حتى اذا بتقولولي انا ما عندي شي بقلكم انبغى نبشو لان حتى انتو عم بتنبشو يعني انتو بتكن تقولوا مرسي لحالكم بتكن تقولوا مرسي لها الكون حتى فيكن تقولوا المرسي للناس لحواليكم فيكن تقولوا مرسي للأبسط الامور اللي عنكن ياها تمرنوا تقولوا مرسي للكم وللناس لحواليكم اكتر من هيك تمرنوا عالضحك تمرنوا تدحكوا للناس وتدحكوا للكم تدحكوا لروحكم ليه عم بقلكم عن هالقصص واحد توبي جريتفل واحد يدحك يكون عنده بسمة على وجه لأنه راسكن وتفكيركن كله صار نظيف بطاقة إيجابية سهلتوا عليه جذب هدفكن إحساسكن وتفكيركن رح يفهم أنه فيه ضحكة أنه فيه شكر شو رح يعطيكم قصص تتضحكولهم ورح يعطيكم قصص أكتر تكونوا ممنونين لإله نحن حلقتنا خلصت بس رح أعمل متراجمات سريع عن قنون الجذبية مثل ما قلنا هيدا القنون بده تركيز بده الرواء بدنا نعمل ميديتاسيون بدنا نعيده كل يوم خمس دقايق الصبح خمس دقايق من عشية طلبنا يكون واضح نقول شو بدنا ما نقول شو ما بدنا نحط تاريخ اي متى بدنا نوصل على هيدا الهدف شو الطاقة لبنا نعطيها تنوصل له ما نحط بلان نآمن انو الكون رح يعطينا يلي نحنا منستاهله نشتغل على اللواعي طبعنا نتصالح معه نتحرر منه نجرب نحط كلمات قوية فيها موتيباسيون تحمسنا نوصل على طلبنا نتحوض بناس بوزيتيف نحنا نكون بوزيتيف وندحك للعالم ونكون ممنونين نجرب نجهز الاسباس حوالينا حتى بنا نشتغل على الخيال طبعنا على الاماجيناسيون طبعنا نتزيك على راسنا انو نحنا دجا وصلنا على هدفنا اخر شي تايزبط هالانون بديكن تعدوك اليوم تتدربوا عليه افكاركن و احاسيسكن بدون تمرين متل ما بتعملوا تمرين لجسمكن وبتلاقوا نتيجة بلشوا من اليوم تدربوا ع افكاركن شو هي السعادة؟ شو لازم الواحد يعمل تايكون مبسوط؟ ليه بقوله سر السعادة؟ رغم انو هيدا الاحساس لازم يكون اساس كل حياتنا مش سر هيدا السر ما علمونا اياه ولا بالمدرسة ولا اهلنا هنوا عم بيربونا بس ما فينا اللومهم لانو هنوا كمان ما حدا علموهم طريق السعادة بحلتنا اليوم رح نجرب نكتشف سوا شو هو هيدا السر ورح جرب قد ما فيه يعطيكن تمارين لدماغكن تتحسوا اكتر بها السعادة بس اهم شي بدو اطلب منكن شغلة اساسية لانو حتى لو التمرين بتعرفو لازم تعدوك اليوم تتمرنوا عليك كأنو سبار لدماغكن او سبار لطريقة تفكيركن تهينا اكتر اعتبروا حالكن انو انتو اليوم عم بتربو بايبي زخير وهيدا البايبي هو انتو بتكون تعلموه وتعودوه من اول وجدد يعيش بسعادة كيف بتربوه خلينا نكتشف سوا اول سر هو انو هيدا السر منو سر هو قرار it's a choice لانو اذا الوقت الوحيد اللي بدكن تكونو فيه مبسوطين هو بس وقتا القصص تكون ماشي متل ما انتو بتكون ما رح تكونو دايما بحياتكن مبسوطين مشان هيك كل واحد مننا هلا بهاللحظة بدو ياخد قرار انو هو بدو يكون مبسوط بيستاهل يكون مبسوط لو شو ما كانت الظروف لو شو ما كان وضعه المادة الاجتماعي بدو ياخد قرار انو سعادته اهمة من كل شي لانو سعادته متل ما شفنا بحلقة انون الجاذبية كما رح تغير له واقعه لو واقع حلو فاذا السعادة هي قرار وانا اكيد انو انتو اليوم كلكن رح تاخدوا هيدا القرار رح عتيكن اكزامبل سريع تبلشوا تطبقوا هيدا القرار مثلا اذا صار في حادثة مانا منيحة حواليكن اوكي دماغنا معوض يزعل يدبرس ينعزل حتى وقات في يقز حالو طب انا من اليوم بدي اخد القرار انو اذا صار في حادثة بشعة حوالي بدي ازعل شوي خمسة دقائق بس دغري بعدين بدي اقول لحالي انا كيفية ترجم هيدا الحادثة بطريقة ايجابية هون القرار مهم لانو بدي تدرب حالي لو شو ما صار اقلب ترجمة الامور غيرها من بشعة لحلوة مثلا اذا في ماما سخن ابنه عمل حرارة 40 تنهار الام بتقول انا مني مبسوطة من وين لقت هالفيروس شو هالبلد يلي كله فيروسات بتصير بتفوت بمونولوك دراما وبشع هدفه بس يقضيه هون اذا هيدا الماما اخده قرارة تكون سعيدة رغم كل شي بدي تجارب تحول نظرتها لسخونة ابنه لشي حلو لشي شوي احصى من ما هي حسته طبعا هيدا الشي منه سهل اوكي وبدو تمرين مثلا فيها تقول سخن ابنه بس هو بني مناعة انا طلعت على قد وصححته طبحت عليه بكل طاقت قدي انا ام قريبة من ولادي وبخاف عليهم وظفت كل طاقت تصححه كل طاقت تأمله الدواء طبعا هون كل واحد بنبش عالحلو بخبريته برجع بكرر حيدا القرار بدو تمرين منه سهل والتمرين هو نبش عالإفادة بالخبرية عالحلو بكل شي عم بعيشه تنبيش عشيه بسطن هو قرار ذكروا دايما انه حدث البشعة ما رح يقدر غيره فيه غير او كحل كيف بشوف وبحس هيدا التجربة من بعد ما اخدنا قرار انه نكون مبسوطين ضروري كتير نوقف نشفق على حالنا هيدا عذاب نفسي هول افكار بس هدفات زعلكن مثلا اذا في بين التركتي وصاحبة بتدبرس بتبكي ضغري بتصير بتفكر انه هي ضيعة احلى ايام حياتها داعان شو عملتله انا شو كنت منيحة بتصير بتكمل تبدي هرسلف لا هي اليوم بدت توقف لانه هي اخدت قرار تكون مبسوطة ممنوعة السلف بتي ممنوعة الافكار البشعية اللي هدفها بس تعذبها بدت تدرب تنبش على الحلو اوكي فيها تقول نحنا تركنا بس بعدنا عايشة بعدنا بحس بعدنا بشتغل بعد عنده اهل بعد فيه ارراح حب كانت تجربة حلوة اختبرت حالي انه انا بنحب وبحب الحجرة بعتيكن غير اجزامل اذا حدا نسرق بصير هو بفوت بالسلف بتي بقول انا حرام وبيخبر الكون كله تايشفق عليه بصير هو شفقان ع حاله ما معي مصاري كيف بدي ادفع كيف بدي اعمر مصاري بفوت بدو ويمة عذاب النفس لا اذا هو اخد قرار يكون مبسوط بقول انا نسرقت بس تعلمت انتبه اكتر طلعت مصاري اول مرة بقدر طلعون تاني مرة طبعا كل واحد هون بنبش على الحلو بهالخبرية تاني نرجع نعيد اول ثلاث افكار للسعادة اول شي واحد بدو ياخد القرار تاني شي ممنوع يشفق ع حاله تالت شي بدو يتدرب انو يقش على المنيح بكل تجربة رابع شي شو بدو يعمل بدو يتدرب ع الامتنان بديقول لحاله الحياة هدية انه هدية كتير مهم نقدر اللي عنا ونشكر حالنا والناس اللي حوالينا على كل شي عم بيصير معنا وعنا احساس كتير حلو واحد يشكر حاله وينبسط باللي عنده تخبر كون شي اوقات بس نروح على مطعم وبتطلع الفطورة كتير غالية منشير من يقال شو دفعنا يقال شو غال هالمطعم لأ نحنا مننقول هون stop لان احنا اخدنا قراء نكون مبسوطين بدنا ننبش على اللبساتنا بهالقعدة ونكون ممنونين انه اكلنا انه دهرنا مع بعد انه اكتشفنا طعمات جداد لانه السؤال صريح قدي نحنا معاودين النق قدي بحياتنا معاودين كل يوم النق مثلا ما عم باضعف ما عم بلاقي شغل بضله صاخن ابن جوزة ما برد علي حظة بشع لأكل ما كن طيب النق هو عكس الامتنان والاحساس اللي بينبع من النق بشع ما فيه سعاد صبنا نتدرب يا اما ننتبه انه نحنا ادعى من النق ونصير نخفف شوي شوي فإذا رابع سر هو الامتنان وتنصير نعم الامتنان اكتر بحياتنا بنا نخفف النق خامس سر او تدبيق للسعادة هو انه السعادة بده تكون جاتويت ببلاش ما فيه شي مقابل شي نحنا دايما لازم ننطر شي تايصير معنا تنكون مبسوطين عدو السعادة هو النطرة نحنا تعودنا ننطر شي نوصل أو أو نعم لوتا نكون مبسوطين بديكن تكتبوا عورقة شو السعادة لالكن كيف بتكونوا مبسوطين انا سألت هذا السؤال لأكتر من 250 شخص 90% عدتونا جواب متوقع ربينا عليه ما اتمرن إلا عليه مثلا سير غنة اربح اللوتو اتجوز جيب ولاد انجح الفحص حتى في حدا قلي اكل وما انصح لحظتوا الأجوبة أجوبة بتدل انه سعادة بديه هدف عندها سعر وفيها نطرة إذا ما بتثبت أنا مني مبسوط وبس أوصل على اللي بدي إذا خسرت برع بزعل يعني تتشوفوا قدي هون حتى السعادة مني ببلاش فيها نطرة ومؤكدة طبعا أنا معا بنتقد بس عم فرجيكم واقعة نغير هيدا الواقع في حلول أول شي بنا نتدرب نعيش اللحظة الحاضر بنا نتصالح مع الحاضر كيف يعني بنا نجرب نبعد قد ما فينا عن فكرة الوقت الماضي أو المستقبل الماضي إذا كن حلو منعيش نستلجي منقول يا الله شو كانت أيام حلوة نحنا شو كنا منح وإذا الماضي كن بشع نصير منعيش إحساس الزنب أو منندم مع الشي عملني أو منستحب الشي عاملينه على الحلتان اللحساس منه حلو هلق 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 أنتو منح بهاللحظة أنتو منح عم تسمعوا بودكاست عم تتمتعوا عم تتعلموا قصص جداد إذا شلتوا أفكار الماضي أحسيسكن مرتاحة دايماً أنا بقول للناس اللي بشوفها فرقوا القلق تبعكن عن الواقع تبعكن هلق أنتو منح أفكاركن عن الماضي أو قلقكم بالمستقبل تعبكن استفيدوا من أحسيسكن سمعوا قصص حلوة شوفوا شو في حواليكن جاربوا استفيدوا من حضركن تفكيركن منه منيح حضركن هو منيح حتى بس تفكروا بالمستقبل فيكن تعيشوا قلق فيكن تعيشوا خوف اللي تسئة هلق أفكار كلهم ببعضوكن من الحاضر الحاضر يعني أحسيسكن هلق الواقع شو عم تعملوا هلق مش أفكاركن سمعوا أنه هولي حوادث لازم اتدرب ما أوصلها بساعات فيه غير ترجمة لقلو وفيه بععدة عن الحاضر طبعا شو القصص اللي فيكن تسيطروا عليها متل ما شفنا كيف بترجموا الحوادث حواليكن هيدا فيكن تسيطروا علي مين بتعيشرو ناس بوزيتيف أما ناس بنققوا كتير حواليكن شو بتعملوا بنهاركن شو بتاكلوا وقت في قصص فيكن تكلوها بتقويكن بتبسطكن أي بارفم بتحبوا تشموا أي ميزيك بتحبوا تسمعوا في قصص حتى فيكن تعملوها بقيتكن فيكن تسيطروا عليها فيها تبسطكن مثلا السبار يلي بعلل اندورفين المدتاسيون والرسبيراسيون في كتير اجزارسيسات على يوتيوب بتقدروا تعملوها كل يوم خمس دقائق عشر دقائق بتنقلكن تفكيركن تنفس كتير مهم سو أنا بديكن تنبشوا على القصص اللي فيكن تسيطروا عليها ويلي فيها تبسطكن فيكن كمان من هاللحظة انتو هلا عم تسمعوني تتطلعوا لورا تطلعوا انتو من وين جايين المشوار والطريق يلي وصلتكن لهون شوفوا قده عملتوا بخوغغي قده تحسنتوا هيدا الاحساس لوحده هو سعادة أنا مع بدكن تفكروا بالماضي بس تتطلعوا بالبخوغغي اللي عملتو تطلعوا على ورا وقولوا لحالكن ولا ويددت جايين من بعيد التطور هو سر من أسرار السعادة واحد يحط هدف يطور حاله لو حتى طور حاله بطبخة عم بيعمله طور حاله بجسمه بشغله بغنية بده يغنية حيلا شي هو الو قيمة عنده تعلمنا اليوم أنه السعادة هي أولا قرار بده تنبديين بدنا نوقف في السيلف بتي نبلش نكون ممنونين تفرق القصص يلي فيه سيطرة عليها من القصص يلي ما فيه سيطرة عليها إذا فيه إكسبريونس بشعة صايرة معي جرب حللها بطريقة إيجابية نبش على الحلو بكل شي عم عيشه جرب أعمل أكتر أساس فيها تبسطني حتى على المدى الصغير السبار أكل معين الميديتاسيون اظهر مع ناس بحبه هولي الضغر فيهم يساعدوني إذا فيه ناس نيغاتيف حوالي وأنا أخذ قرار كون مبسوط بعد عنهم تفكير عن الماضي وعن المستقبل فيه يبعدني عن الحاضر يعني فيه يعيشني بأفكار بتنتج عنا أحساس منه حلو سو بدنا نتدرب نعيش اللحظة بدي إنهي حلقة اليوم وقالكن إنه السعادة صحيح هي قرار وكل شي خبرتكن ياه بنقدر نطبقه بس ما تنسوا إنه نحنا إنسان نحنا منحس فيه أساس خارج عن السيطرة عنه ما فينا نعتبر إنه ساعدتنا رح تكون انتاكت إذا صارت كل شي خصوا بالموت خسارت حدا من حبه سخونة أولادنا سخونة حدا من حبه أو حدا من عائلتنا نحنا بدنا نزعل ما رح كذب عليكم وقلكم هون فيكن تكونوا مبسوطين صحيح إنه اليوم أعطيتكن كم تمرين فيه قربكن عن السعادة بس نحنا قملة أحاسيس نحنا منتعلق بولادنا وبالناس منحبهم صعبة ما نتأثر فيهم إذا هن سخنين أو إذا خسرناهم حدا الشي بديكن ما تجربوا تغيروه بس تقبلوه كفكرة تصالحوا مع هالفكرة السعادة موجودة بس في أوقات بدنا نتقبل الزعل ترجمة نانسي قنقر عدة مرات أصحابي بفكروا عم ينصحون منيح وبيقولولي حب حالك أهم شي تحب حالك Love yourself بنظري ومع احترامي لرأي الجميع هيدا الحب يلي مني لقلي يعني أنا غنش حالي وحب حالي صعب يكون موجود صعب تدبيقه بالواقع شعار حلو بس كيف الحب فيكون بينه وبين نفسه على حسب ما بفهم الحب بده أكتر من شخص بده روح تاني تحبه وتحبنه بفهم أنه الحب يكون من ميلة واحدة يعني أنا حب حدا وما أن حب المقابل بس كيف فيكون مكمل نفسه الحب لازم نفرق بين أبسط حالي أو أعمل قصص بتبسطني من أنه حب حالي ممكن كون عم أبسط حالي وقت أعمل قصص بحبه أو قصص بتطورني بس هيدا الشي ما بيكفي تطبق شعار الحب حالك لأنه إحساس الحب مختلف عن إحساس الفرح الحب دفع ثمأنينة هو إحساس ما بينوصف بنظري تحب حالي بده أنحب وما دروري يكون هيدا الحب جاي من شرك حياتي في حوة حالي بالناس بقدروني ما بينتقدوني الناس بينبسطوا بوجوده معهم فيهم يكونوا أخواتي رايبيني جيراني زملها بالشغل لازم نبلش نتبع على محيطنا ما نستهتر فيه بدي هيدا الآخر يقلي أنت بتنحبه حاسسنا أنه أنا مهمة لقلو يعكس لقدراتي أكيد كتير ناس رح ينتقدوني عفكرة ضرورة وجود الآخر بالحب بس هيدا واقع نحنا عايشين بمجتمع أحاسيسنا من شركة منع تحب تناخد حب فكروا مع اليوم هيدا الديناميك أنه الحب بده وجود الآخر تخلق فينا من نحنا وصغار من أول ما نخلق حتى قبل من نحنا وبباطن أمنا عرفنا الحب أول مرة من خلال أمنا حسينا بوجودنا من خلاله حبتنا أولا عبرت عن حبها بعطاقة يعني طعمتنا سحاحتنا بس كنا ساخنين كبرتنا إذا بتكن هي عيشتنا لو ما حبتنا نحنا مش هون اليوم أنا اليوم ما عم بعمل حلقة لعيد الأم بس عم فهمكن أنه الحب اكتشفناه عن طريق الآخر طبعا كل واحد قصته مع أمه مختلفة بس لاحظوا أنه فكرة الحب نشأت بأحاسيسنا وتفكيرنا من نحنا وصغار عن طريق الآخر طب كيف نحنا اليوم بدنا نلغي هذا الآخر ونغير مفهوم الحب ونبلش نحب حالنا أنا بتفهم كل شخص بيقول حب حالك لأن هو بيكون بده يحمي حاله بده يحمي حاله من قلم الحب فاستنتج أنه أحيان طريقة تمين أزا هي أنه يلغي هيدا الآخر لأنه هيدا الآخر معقول يخزله يخونه بس هيدا الشي هين بالحكة لأنه بالتطبيق بالواقع حتى حيضلوا ينبش على أحساس الحب ما تنسوا أنه كل تجربة بشع هي تجربة نحنا باللوعي تبعنا نقاينيها لهدف لهالعلاقة بوقت معين ما حدا ضحية علاقة ما حدا ضحية الحب كيف فينا نبلش شوي شوي نطبق شعار الحب حالك شغلتين تذكرون أول شي ممنوع انتقاد النفس أنا ممنوع انتقاد حاله إذا الحب ديناميك بده شخصين الكره فيكون مني لقلي أنا اكره حاله كيف بس انتقت حاله حطم بحاله دايما تذكروا أنه انتقاد النفس إذا منه بالناء هو هدفه بس يحطمني يكرهني بحاله سوأول ملاحظة أنه ممنوع نكره حالنا عن طريق انتقادنا لحالنا بس كيف معقول يكون الانتقاد بالناء؟ طبعا من خلال مساعدة محلل نفسانة إذا الشخص معود ينتقاد حاله يقول لحاله يا الله شوفهاش الانا دايما بعمل زيت الغلطة أو حظ بشع مثلا دايما بخسر مصاري فيه المحلل النفسانة يفهم السبب باللوعد طبعه لهيد الحالة شو دور اللوعد؟ شو عم يستفيد بهالدوامة؟ هون هيدا الشخص يلي معود ينتقاد حاله بينتقل لمرحلة أنه بيفهم حاله بيتقبل حاله بس يتقبل حاله بقرب هون شوى شوى من فكرة حب الزيت تاني قرار بنا نبلش نطبقه هو أنه نحط حدود للآخر نقول لأ وقته لزوم يعني إذا هيدا الآخر عم ينتقدنا يزعلنا يفخط فيه يعزبنا بدي حطله حدود طبعا هيدا الإجزرسيس منه سهل نحن كتير لأنه منطنش عقصص نقبل قصص منخاف نزعل الآخر منحس بالزنب إذا قلنا لقه منخاف نكون لوحدنا إذا زعلني لهيدا الشخص ولأنه هيدا الإجزرسيس صعب بعرف أنه تطبيقه صعب بس فينا من اليوم نبلش شوى شوى ننتبه لهيدا الشي ننتبه على محيطنا مين من عاشر ننتبه أنه الانتقاد بيقزي كل ما وعينا أكتر على هالقصص السلبية اللي بتجي من الآخر كل ما نحن منكون عم نقرب كمان لشعار حب الزيت هون كون عم أحترم نفسي عم أحط حدود للآخر بالتعاطي معي حلقة اليوم سريعة جربت قدمة فيي تطبيق شعار الحب النفس Love yourself شعار صعب تطبيقه ليه؟ لأن الحب بده الآخر فإذا كيف بعمل أنا تجرب بحب حالي أول شي بتعلم حط حدود قدمة فيي لهيدا الآخر وأكتر من هيك بحط حدود لتفكيري عن حالي ممنوع انتئاد النفس في حالتنا اليوم رح نحكي عن أهمية اللواعي تبع المرأ وعلاقته وتأثيره على الحبل ليه أوقات فيه نسوين ما عنده مشاكل صحية يعني في حصاتها الطبية ما فيهون سبب واضح بيمنعها أنه تحبر ورغم هيدا الشي ما بتحبر هيدا العكم اسمه العكم النفسي أثغتي اللي تبسي شيك وهيدا الحالة بتخص عشرة بالمية من النسوين رح نجلب اليوم نكتشف سوا شو معقول يكون هيدا السبب ليه اللواعي تبع المرأة بيقدر يمنعها أنه تحبر أول شي بنا نفهم أنه اللواعي بتصرف بطريقة ذكية بتكون شكلية يعني بالسمنطوم غريبة لقلنا بس هدفه الوحيد هو أنه يحمينا مشان هيك إذا فهمناه بنقدر نستوعب حالنا نتقبل حالنا وبهالطريقة بنكون عم نعالج حالنا نحن بس علينا نفهم اللواعي لكن المرأة ما عم تقدر تحبر وفي حصاتها الطبية ما ببينه في سبب واضح ما تحبر أنا بقلها اليوم أنه صار الوقت تساعد حالك تفهمي ليه هيدا الولد ممكن باللواعي تبعي يسبب خطر عليك اسمعونا مني أنتو بتلاحظوا أنه البنوت من هي وصغيرة تلعب بالبوبية أهلا بجبولها بوبية تلعب فيها مثل ما بجيبوا زيارات أو طابة أو فرد للصوبيان هيدا العادة السقفية بمجتمعنا بتفرجينا قدي بالبيئة طبع البنة أهلا وقريبينها هني عم بحضروها من هي وصغيرة على هيدا الفونكشون هيدا الوظيفة بحضروها على الأمومة لعفونكشون مع تغنال تمتمهوا أنه بس تلعب بالبوبية بتبلش تحفظها التعمية نايمها حتى فيها تغنجها هيدا اللعبة فيها تتير تكون بنائها للبنوت بس كمان أنا هدف إلكم أنه أوقات بيكون فيه كتير برسيون كتير ضغط على هالبنت من هي وصغيرة تتجيب ولد تتكون أم هيدا الحالة أوقات بتسبب تقل على البنت بتصير تفكر أنه هي ما إلا وجود إلا إذا كانت أم وهون فيها تعمل مثل بلوك لأنه هي بدأ كمان تكون عندها كيان كأمرة مش بس يتقبلوها على شرط أنه تصير أم هون طبعا عم بحكي عن بيئة معينة عن بيئة بتحط ضغط على البنت من هي وصغيرة الجواز بيكون هدفه البلد الحياة بيصير هدف هالبلد فهالبنت يا ما بتحبل تتعارض هالبيئة وتتبين إنه هي عندها كيانة مستقل يا ما بتحبل لأنه الجواز كان هدفه بس الولد الحب مش موجود بين الشخصين بتقول لحالة إذا بجيب الولد بعلق بهالعلقة أكتر من هاي أوقات فيها بس تجي صب يام بس تما ترجع تعيش هالتقل للبنوت اللي هي عشته هون أنا أعطيتكم فكرة عن كيف معقول اللواعي تبع المرأة يشتغل هالبنوت اللي هدينها بوباة كانت عم بتطعميها وتغنجها كانت عم بتقلد أمها بدورها كأم تتفهموا إنه البنت تعرف الأموة من خلال أمها يعني بتقلد أمها بتلبس مثلها بتحب تكون مثلها أل سيدا انت فيها أقال طب إذا هيدا الأم ما كانت حضمتها لبنتها كانت مثلا عنيفة أو ما حسستها بالأمهن أو عيشتها طفولة صعبة تبهوا فيها الأم تكون من دون قصد عم بتأذي بنتها مالنا واعية على اللي عم بتعمله لأن بات كأمه عملت معا ذات الشكر مثلا فيها كتير تكون عم بتتطلب بنا كتير بتنتقدها بتعيشها غيرة أما هملتها أوكي كل الأم بتعيش مع بنتها بطريقة معينة أوكي فإذا هيدا الموديل يلي البنت كبرت عليه هي مش مقتنعة فيه ما عبلها تعمل متل أمها مالنا متصلحة مع فكرة الأم كفكرة إيجابية كفكرة بوزيتية لكن كيف هي عدورة بدا تحبل هون طبعا كل مرة بدا تراجع حالة وتسأل حالة أنا كيف عاشت أمي بحب تكون مثلها معقول كنا عم أرفض أخذ محلها لأنه ما حبيت طفولتك بقوله أول ولد البنت بتهديه لأمها كتير معقول هالبنت تكون رافضة فكرة الهدية لأمها لأنه ما بدا تبسطها بدا تقصصها فإذا هون منكتشف قدية طفولتها البنت رح تأثر عا إمكانيتها أنه تصير أمي بتخاف تعيش أولادها يا اللي هي عاشته بس بتفضل باللوعي أنه ما تجيب ولد كل واحد عنده قصته وكل واحد في راجح حاله طيفها محاله أوقات المرة ما بتحبل لأنه هي دجا عملت الفونكشون كأم دجا عملتها ببيتها يعني هي دجا ربي تخيأ أو أختها لصغير استنزى في الطاقتة كأم بطفولتها مانا قادرة ترجع تكون أم هذا الشي من سميلا وقت الأهل بسلموا لولاد دور الأهل يعني هيدا البنت كان يتقم بوقت اللي كان لازم تعيش المراها كأوة طفولتها هون بتشوفوا قدية الأهل بسلموا هالمسئولية للبنت وما بينتبهوا إنه هيدا المسئولية مش لقرب تم بخيك نايمة خيك نحنا ضهرين نحنا عم نشتغل درسة خيك نحنا متأخرين طبعا أنا ما عم قول ما بيسول حملهم المسئولية بس ضمن حدود معينة ما تنسوا إنه ولادكن ولاد بدون يعيش وطفولتهم بدون تساعدوهم البنوتيا اللي استنزى في الطاقتة كأم كوظيفة الأم كانت أم قبل ما تحبر كبري تعيشي وظيفة الأم لدرجة إنه وقتها صار دورة تجيب ولا قرر يترتاح طبعا دور البي كتير مهم كمان للبنت تجسير أم هيدا البي أول غرام للبنت متل ما نحنا بنعرف البرانس طبعا إذا هي بتتمثل بأمه كأول مرحلة ثم بدا تنقل رجال متل ما أمه نقته بس إذا هيدا البرانس ما كان برانس إذا هيدا البرانس كان عنيف مع أمه أو بيرفار معه أو عنيف معه ومنه موجود كيف بدا تتقبل تعيش أولادها يالهي عشته أو حتى إذا هيدا البي أوقات بيكون رافض إنه بنته تكبر وتتير أمه ودقيها تضل بنته المدلة للزغطورة تضل ببي كيف هيدا البنت بدا تتخلص من هيدا الحبس ياللي هي موجودة فيه باللواعي طبعا ما فيها تزع على البي هون في إحساس الزنب أو ما بدها تعيش أولادها ياله هي عاشته مع بي هون برجع تذكر إنه كل قصة بتختلف عن التاني بس اللواعي واحد وهو بيتصرف بطريقة تحمينا عم يحمي هيدا المرة إنه تصير أم رح أعطيكم بعد كم إجزامب لتفهموا بعد أكتر مثلا الباية اللي ترك الأم بس هيدا الأم ولا ديت هون البنت فيها تخاف باللواعي طبعا أوكي إنه ما يتركها جاوزة وقتها هي تجيب ورد أوكي بهيدا الديناميك كثيرا قوات هالبنت تلعب دور الأم مع أمه قد ما بتكون حس بالزنب لأنه بتحس إنه من وراها تركها باية تركها جاوزة لأمه أول في عنا إجزامبل تاني البنت اللي عايشة لوحدة مع أمه لأنه الباية يتوفى مثلا أول شي بتخاف كمان تجيب ولد لأنه معقول جاوزة يتوفى كمان هولي باللواعي يا أما مع بالها هي كمان تعيش لوحدة متل ما أم عيشت لوحدة فيها كمان تكون حاسة بالزنب إنه إذا أجابي تولد أما حتى إذا تجوزي رح تترك أمه ورح أمه تسير لبحدة فإذا أنتا نختصر حلقتنا اليوم فهمنا إنه اللواعي إلو دور مهم عند المرأة يعلي بدها تحبك ومعها بتقدر كل بنوت كبريت بطريقة وعايشت تفريتها بطريقة معينة إذا فهمت حالة أكتر يعني سألت حالة أسئلة مثلاً أنا شو رح أخسر إذا أحبلت؟ شو ما عبالي عيش إذا إجا هذا الولد؟ عبالي تكون مثل أمه؟ أوكي؟ في شي خايفة إرجع عيده من خلال هيدا الولد؟ طيبوا أنا نسيت أخبركم عن العلاقة مع الجسم كمان تسمعوا كتير قوات في نسوين بيقولوا لكم أنا ما بدي أجيب بولد لأ ما بدي أنزع جسمي بتكون هي كبري تمنى متصلحة مع فكرة جسمة أوكي؟ وحتى في منهم بالمربة طبعهم العلاقة الجنسية قد ما هي تابو أوكي؟ بيصير هيدا الولد تابو كمان بتشوفوا هيدا النسوين بس يروحوا يعملوا إن فيترو بيحبلوا لأنه صارت فيه تقم طبي تدخل وقت صارت بجيجة هيدا البيبي بطلت العلاقة الجنسية عم تجيب البيبي هوني أنا جربت أعطي لكم قد ما فيي إجزامبلات تفهمكم إنه اللواعي إلو دور كتير كبير عند المرأة تقدر تجيب البيبي بس ما تنسوا اللواعي بنظروا عم بيحميكم بنظروا عم بدافع عنكم كل مرة تفكر وتجارب تفهم ليه هي ما بدها الولد تحمل مسئولية تعترف بالخمسين بالمية طبعا جسمة لقلة وقدرة تهتم فيه أوكي؟ هي قادرة تتحكم فيه ما تقول هيدا القدر وبهالطريقة أكيد تقدر تتخطى هيدا الصعوبة تشاركات تتخطى هيدا الصعوبة طبعا تشاركات تتخطى هيدا الصعوبة تشاركات تتخطى هيدا الصعوبة